السلام عليكم ومرحبا بكم معي مرة أخرى في القناة اليوم إن شاء الله دي نشارك معكم فطور صحي وسهل سريع لتنين من الأشخاص فليا والبنتي إن شاء الله يعجبكم دائما ما تنشجعها أنها يعني في هذا السن اللي هي فيه تحافظ على جسمها وعلى الرشاقات تعها فإن شاء الله يعجبكم الفيديو هي قبل دائما ما كنت أخذ كورنفلكس مع الحليب طبعا الحليب ضروري اللي هم في هذا العمر هذا أنا سنأخذ اليوغ تنتائي مع العسل الطبيعي وكن أخذ معاه المكسرات اللي كتكون غير محمصة وكذلك غير مملحة هذه مسألة ضرورية هنا عندي القرقاء عندي زبيب وعندي رقائق اللوز وكذلك شوفان بالنسبة لهاد الوصفة كنت بقي وقدمتها كتح ليوك جيل دي دا تقدروا تقدمها حتى كدا يسر يعني في الغضاب من بعد العشاة في الصحور في أي وقت لكن المكسرات ما تكونش أخواتي مملحة وهناك نضيروا أي نوع من أنواع الفواكه الحامراء وكذلك قدمت حتى معشوفان كاراميليزي اللي غدي نترك لكم الرابط أو ممكن تقدموها حتى مع القرنولة لكن القرنولة للاسف كتباع أغالية هنا عندي هذه القطعة من الخبز اللي غدي نفطر بها أنا اللي ما كتتعداش قريبا خمسين جرام فبالنسبة لي أنا تمغي دائما قطعة صغيرة من الخبز فيكون أحسن إذا كان طبعا أصمر ونكونوا دايلينه في البيت نسعنا ويكون أحسن كذلك أننا يكون مع الحبوب الكامية هنا كيفما كتشوفوا معايا هاد القطعة نسع الخبز وضعت عليها الجبن الأحمر بالنسبة لي جارجير فأنا كنتستفد منه بثاف صحيا وما كنخليش فقط يعني فقط للسلاطة كندروحتها في صباح بالنسبة لي كنخلي جارتيني كذي زر عليا في العام كنستفد منه من هاد الوقت هذا كي بدأ يطلع عندي حتى شهر ثلاثة والحمد لله يعني فهو صحي بثافي بثافي بتاع المنافع للبشرة وللجسم وللشعر فهو ممتاز جدا نصحكم به أخواتي هادي القطعة اللي غدا نفطر بها هنا عندي هاد الخبز المحمص لكي تبعه جاهز شابورة أو البيسكوت أنا خديته أصمر وكذلك معه بعض الحبوب اللي ما بينيج لكن فيه اليانسون حبة البركة هنا خديت الجبن فتا وضعت معه زيت زيتون فتتتو وغدي نوضع عليه الزعتر الشامي او الزعتر الأردني الجبلي اللي تكون يعني مصوب في الدار اذا ما توفرش عندكم هاد شابورة او البيسكوت اخواتي كتاخدوا البريزين اول ما كتجيبو كتوضعوه في المجمد تقريبا غاو حد نص ساعة وكتقطعوه بالماء القطاع صغيرة كتوضوه في الالنتاء البانيني يعني كتخليو حتى كيتحمص وحد شوية وكتديرو له نفس الطريقة ممكن كذلك انا كم تديرو غزعتر متاعنا او ممكن تديرو شوية عزيتون اسود يعني هادو كلهم افكار ممكن انا كم تاخدوها في الفطر وكتكون اقل يعني سعرات حرارية بالنسبة لي انا تناخد هاد الشاي هذا اللي تكون شاي احمر كيس وكذلك معه الحليب اللي كيكون مركز غير محلة يعني حليب بوريسيما فهذا الشاي انا تعجبني دافي وكذلك تعجبني انا نناخده بالنسبة لي السيدات اللي عندهم الوزن زايد او لو بغوا يتخلصوا من البطن فننصحكم انكم تاخدو الشاي الاخضر لانه كيحرق الدهون وكذلك يعني كيساعد على تنقيص الوزن واخدوه اكثر من مرة في النهار حتى شرب السوائل بكثرة كتساعد ان انا كنتخلصوا من الوزن تاعنا انا الحمد لله وزني الحمد لله راضي عليه وان شاء الله يعجبكم بالنسبة هنا كيف ما كتشوفوا معي انا الشاي وعندي العاصر بالنسبة لي انا العاصر ما خديتش خديت فقط اليوغت مع الشاي فقد انتكال لكم انا شنو خديت وبنتي شنو خدات هنا بالنسبة لساندويتش المرباح اللي كيف ما شفتوا معايا خديتوا مع الشاي ومن بعد خديت الشابورة اكملت بها الشاي كذلك او لا هاد البيسكوت واخديت اليوغت انتعي في الاخير اه بنسبة البنتي كيف ما ذكرت من قبل كانت واخد الكورنفليكس انتعها واخدت صندويتش اللي فيه اه الجبن والبيض ومن بعد اخدت العاصر واخدت معاه الشابورة فهي بقى صغيرة نضغط عليها كنخلي اخد اعلى رحت رحتها كين البنيات اللي ما تيفضلوش الشاي بكيفضلو العاصر او كيفضلو بعض الحاجات اللي كيرتحوا فيهم فكنخليوهم براحتهم الى اللقاء